السيسي افتتح هو المعرض المصرية الدولية لصناعات الدفاعية والعسكرية ادكس 2018 التحالف العربي يؤكد المشاركة في محاربة تنظيمي داعش والقاعدة في اليمن والمانيا تدينو التجربة الصاروخية لايران وتدعو للابتعاد عن مثل هذه الاجراءات نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من القهرة اهلا بكم والبداية مع مروج ابراهيم مروج شكرا لك شادي ومشاهدين الكرام اهلا بكم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض الدولية الاول لصناعات الدفاعية ادكس 2018 الذي يؤقد في مصر لاول مرة من الثالث وحتى الخامس من ديسمبر 2018 بمركز مصر المؤتمرات والمعارض الدولية واستقبل الرئيس السيسي رؤساء الوفود المشاركة وتفقد اجنحة المعرض ورفقه في الجولة وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركة في المعرض وهم وزراء دفاع دولة الامارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال فضلا عن سبعة رؤساء اركان وسبعة اوزراء للانتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة اكد رئيس عبدالفتاح السيسي اهمية تطوير العلاقات العسكرية مع فرنسا على نحو يحقق مصالح الشعبين وخلال لقائه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورونس باغلي على هامش معرض ادكس 2018 شدد الرئيس السيسي على اهمية الحد من خطورة العناصر الارهابية ومنع انتقالها من بؤر التوتر الى مناطق اخرى واشار الى ان مصر مستمرة في دعم الجيش الليبي لفرض الامن والاستقرار وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي ان الوزيرة الفرنسية اعربت عن ترحيبها بالمشاركة في معرض ادكس لافتة الى الاهمية التي تليها بلادها لتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على مختلف الاصعيدة هذا وقد اشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وقبرص في مختلف المجالات وما تشهده حاليا من تطورات ايجابية على مختلف الاصعيدة وخلال لقائه وزير الدفاع القبرصي سفاسا انجليديس على هامش معرض ادكس 2018 اكد السيسي اهمية هذا المعرض باعتباري الاول من نوعه في منطقة شمال ووسط افريقيا بمشاركة اهم الشركات المتخصصة في هذا المجال من جانبي اشهد وزير الدفاع القبرصي بتنظيم مصر لمعرض ادكس 2018 مؤكدا تطلع بلاده للاستمرار في فتح افاق جديدة للتعاون مع مصر بما يخدم مصالح الشعبين قال وزير الدفاع والانتاج الحربية الفريق اول محمد زاكي ان هذا التجمع الدولي سيتيح الفرصة امام الدول والشركات المنتجة لنظم التسلح ومنظومات الدفاع لعرض ما وصل اليه العلم العسكري مشيرا الى ان الواقع الحالي يؤكد انه لابد للسلام من قوة تحمي وتؤمن استمرارا ان هذا التجمع الدولي سيتيح الفرصة امام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض احدث ما وصل اليه العلم العسكري في مجال الانتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة وخلق تجمع عسكري راكي يتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول في المجالات العسكرية ومجالات الانتاج الحربي فالواقع الحالي يؤكد ان لابد للسلام من قوة تحمي وتؤمن استمراره وهذا واقع ستلمسوناه بانفسكم ويشاهده العالم معكم ويؤكد قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الدولية الرفيعة في امن واستقرار وعلى هامشي معرض دادكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية التقى وزير الدفاع الفريق اول لمحمد زكي وزراء دفاع فرنسا واليونان وقبرص وبحث القائد العام خلال اللقائه اهم المستجدات على الساحة الاقليمية والدولية وسبلات عزيز التعاون العسكري مع كل من فرنسا واليونان وقبرص بينما اعرب الوزراء عن ترحيبهم بالمشاركة في المعرض الذي يعد احد اهم الملتقيات العسكرية في منطقة الشرق الاوسط واكدين على عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدول المشاركة بالمعرض ومصر نظرا لمكانتها الاقليمية والدولية بحث رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد مع نظرائه من السعودية والاردن واليونان وكوريا الجنوبية سبل دعم المجالات العسكرية والامنية جاء ذلك على هامش معرض ادكس 2018 ادوى اعرب رؤساء الاركان عن تطلعهم في ان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتكامل في مختلف المجالات هذا وقد اكد رئيسه الهيئة العربية لتصنيع الفريق عبد البنعم التراس ان الهيئة تشارك بجزء من المنتجات العسكرية التي يتم تصنيعها بمصانع الهيئة وقال التراس في تصريحات خاصة لاكترا نيوز ان هناك اقبال كبيرا من قبل الوفود المشاركة على منتجات الهيئة للتعرف على ما تصنعه الهيئة بتشارك في هذا المعرض بجزء من المنتجات العسكرية اللي موجودة في الهيئة او اللي بيتم تصنيعها في مصانع الهيئة الحقيقة زي ما انت شايف النهاردة اليوم حافل وفي اقبال شديد جدا من الشركات الاجنبية ومن الوافدين من افريقيا ومن الدول العربية على التعرف على منتجات الهيئة فرصة كبيرة جدا لعرض المنتجات والامكانيات التصنيعية اللي موجودة في مصر وفرصة كبيرة جدا للتعرف على باقي الانظمة الدفاعية الموجودة لدى الشركات الاخرى سواء كانت شركات من دول عربية او من دول اكتر وجهت هبة سلامة الرئيس التنفيذي للوكالة الاقليمية للاستثمار بمنطقة دول اسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا الكوميسة وجهت الشك للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة مصر لفعاليات منتدى افريقيا 2018 بشرم الشيخ يومي السبت والاحد القادمين واشارت سلامة الى ان المنتدى يقدم مصر كبوابة استراتيجية لافريقيا في الوقت الذي تشهد فيه القارة تطورات كبيرة وضفت ان المنتدى سيخصص يوما لرواد الاعمال الشباب في القارة الافريقية وذلك بجانب يوم اخر حول تمكين المرأة في افريقيا وتعزيز دورها في التنمية وترسيخه تلقت ادارة منتدى شباب العالم دعوة من الاتحاد الأورو متوسطي لحضور المنتدى الذي يقام في دولة المغرب بحضور 43 دولة وقالت مصادر مسؤولة عن منتدى شباب العالم ان مصر تلقت الدعوة لتكون ضيفا رئيسيا مؤكدة انه سيتم افاد ممثلين عن منتدى شباب العالم لعرض التجربة المصرية الناجحة في هذا الاطار بعطى رئيس مجلس الدولة المستشار احمد ابو العزم ووزير العدل السعودية الشيخ وليد الصمعاني اوجه التعاون والتبادل القانوني وخلال زيارته مقر هيئة مكافحة الفساد السعودية اطلع المستشار ابو العزم والوابد المرافق له على اجراءات التقاضي في دعاوى الفساد المالي والاداري والحفاظ على المال هذا واشهد الجانب السعودي بما يحققه مجلس الدولة من نجاحات في شتى المجالات القانونية تحتفل طائفة الانجلية يوم الاربعاء المقبل بوضع حجر الاساس لاول كنيسة انجلية بشرم الشيخ ذلك بحضور محافظ جنوب سيناء خالد فودا ورئيس طائفة الانجلية بمصر القص اندريزاكي وفي هذا الاطار قال رئيس طائفة الانجلية ان الكنيسة الجديدة بشرم الشيخ تهدف الى تحقيق رؤية الطائفة الانجلية الوطنية في خدمة الجميع اكدت وزارة التضامن الاجتماعي حرصها التام على استقلالية العمل الاهلي وحرية ادارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الادارية وفي بيانا اصدرته وزارة التضامن الاجتماعي لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لفحص مؤسسة مستشفى او رام الاطفال 57-3-57 اكدت الوزارة عدم صحة اجراء مسؤولي المستشفى تجارب سريرية على المرضى واستخدام المؤسسة اموال التبرعات للمضاربة في البورصة كما نفت الوزارة تجاوز نسبة المصروفات الادارية عن النسبة المقرارة قانونا او اخلاء غرف المرضى اثناء تصوير احد المسلسلات هذا وقد اعلنت وزارة وصحة فحص اكثر من نصف مليون مواطن في ثاني ايام الحملة الثانية او المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية اضافت الوزارة في بيان ان اجمالية المفخوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها قبل قرابة شهرين قد وصل الى 12 مليون وخمسمائة الف مواطن مضاحة ان الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل اصابتهم بفيروس سي والاطمئنان عليهم وعلاجهم بالمجان وكشفت الوزارة انه تم فحص 34 659 طالبا بالمرحلة الثانوية في محافظات المرحلة الاولى التسعة حتى محافظ سويس اللواء عبد المجيد سقر ابناء المحافظة على المشاركة في حملة 100 مليون صحة لتحقيق المستهدف بالكشف عن 336 الف مواطن واعلان المحافظة خالية من فيروس سي واشهد المحافظ بجهود جامعة قناة السويس في هذا الشأن تكاتر المحترمين اللي نفذوا النادوة وقالوا المحاضرات اللي احنا سمعناها محضرين نفسهم كويس ومذكرين كويس وقالقوها بشكل كويس فانا بقول ان حققت اهدفها وهو كان المقصود بيها ان الطلبة دي تتوعى وبالتالي يبقى هم مناواي انهم ينشروا في وسط زميلهم في الجامعة بالكامل الاهمية بتاعت الحملة وبالتالي ان شاء الله انا بأمل ان 100% من طلبة الجامعة تنفذ الحملة وتنجح فيها ويبقى الجامعة ان شاء الله لها سبق كبير في هذا المجال اشهد عدد من اولياء امور طلاب المدارس المصرية اليابانية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية التي بدأت عملها رسميا هذا العام معبرين عن تفاؤل كبير بنظام الدراسي والانشطة الموجودة بالمدرسة والتي تقع على مساحة 2000 متر مربع هي واخد صفة الحكومي والخاص مع بعض بصراح يعني في ناحية نظافتها وده غير بقى موضوع ان هي بقى الانشطة والحاجات الجديدة دي بصراحة جميلة جدا هي تجربة جديدة وتجربة كويسة وطريقة التعليم كويسة يعني اول حاجة يعني الواحد لاحظها ان الاولاد بيحبوا نروحوا المدرسة المدرسة بصراحة النظام الجديد ده كويس جدا وانا بنصح بيه اي حد يعني كفاية ان اولادنا اتعلموا حاجات جديدة متعلموهاش في اي مدرسة قبل كده يعني الطفل دلوقتي بقى عندي في البيت يرجع من البيت يرتب حاجته لوحده ينظم مكانه وتعوده على النظافة جدا بيروحوا طبعا البيت مبسوطين جدا من المدرسة اليوم الاجهزة بيبقوا زعلانين جدا جدا المدرسة جميلة جدا وشايف نظام التعليم الجديد كله نظام يعني جميل قوي تعليم من غير الحفظ الكتير والصم ويروح البيت هومورك لحد ما ينام بالليل لا انا بيجي ابني حتى انا غير كتب ندر اي حاجة خالص هو بيبقى واخد كل حاجة في المدرسة بيروح البيت مجرد بس ان بيجي يقعد يلعب مكعبات بيعمل اي اكتيفتي في البيت لكن مفيش مزاكرة مفيش داش مفيش كلام كتير كتا زمان دوت هي فعلا مختلفة جدا بالنسبة لحتى الولادي وتعليمهم هما هنا قضوا شهرين بس فعلا تعليمهم فرق كتير فرق كتير جدا كمان مصاوم التعليمي وكمان حبهم انهم ما ييجوا للمدرسة انا اولادي ما بغيبهم يوم بيعودوا يعياتوا عشان ييجوا المدرسة يعني اللي شايفها فرق عم المدرسة التانية في بناء الشخصية بجد بيدلوا قيم وبيدلوا يعني ثقف نفسه بيدلوا حاجات كده بصراحة مش لقاية في المدرسة التانية المدرسة اليابانية بتتميز انشائيا بانها اكبر واوسع وفيها ملاعب وفيها مسرح وفيها مطبخ وفيها معامل مجهزة ننتقل الان الى متابعة مراسم نقل بثمان الرئيس الامريكي جوج بوش الاب من تكساس الى واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بمتابعة مخرج بنانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نظر اشتركوا في القناة 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 في هذا المجال اشتركوا في القناة 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 اكد تحالف دعم الشرعية ان التحالف يحارب تنظيم القاعدة وداعش في اليمن وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركيا المالكي ان ميناء الحديدة خال من السفن منذ ثلاثة ايام بسبب قيام الملشيات الحوثية بعرقلة دخول السفن اليه مشيرا الى ان قوات التحالف اصدرت 14 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية لفتا الى ان الحوثيين قاموا بمنع خمس سفن من دخول ميناء الحديدة وصل مبعوث الامم المتحدة الى اليمن ماطن جريفت الى العاصمة صنعاء في ثاني زيارة له الى العاصمة اليمنية في غضون اسبوعين واتات زيارة في اطار جهوده الساعية لعقد محادثات بين الحكومة وميليشيا الحوثي لتحقيق سلام في اليمن واعلن الحوثيون انهم سيشاركون هذا الاسبوع في مفاوضات السلام التي تعقد في السويد برعاية الامم المتحدة في حال استمرار الضمنات بخروجهم وعودتهم الى اليمن هذا واعلن التحالف العربية ان طائرة تابعة للامم المتحدة ستهبط في صنعاء لنقل خمسين جريحا من الحوثيين الى مسقط في خطوة تندرج في اطار بناء الثقة بين الاطراف بحث امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مع وزير الخارجية السويدية الترتيبات المتعلقة بالمباحثات التي ستعقد في السويد بشأن الازمة اليمنية ونقش الجانبان خلال اللقاء ايضا صبولات عزيز التعاون بين الجانبين وعدد من الموضوعات ذات الاهمية المشتركة تمكنت قوات شرعية اليمنية من استعادة السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في مدرية محافظة صعدة شمال غربي اليمن يأتي هذا فيما ساندت طائرات التحالف العربي قوات الشرعية خلال تقدمها نحو السلسلة الجبلية وشنت غارات جوية عدة استهدفت تحصينات الحوثيين وتعزيزاتهم ما أصفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحة في صفوف الميليشيات بالإضافة إلى تدمير عدد من الأليات العسكرية تابعة لها غدا يمر عام على ذكرى مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد ميليشيات الحوثي وهو الذي عرف بتحالفاته المتناقضة المزيدة في سياق العرض التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مباحثات التي ستتم في السويدة التي ستجمع بين مفاوضين من الحكومة اليمنية وايضا من الجانب الحوثي وكان موجود في خلال أسبوعين يزور للمرة الثانية على التوالي مارتن جرافث المبعوث الأممي إلى اليمن يزور صنعاء للتمهيد لهذه المباحثات ما هي أفاق هذه المباحثات برأيكم وما هي الأطر المطروحة فيها طبعا شهادة مروج ما حدث خلال الـ 24 ساعة الأخيرة كان جدا مهم في حالة اختراق حقيقية حققها السيد مارتن جرافث الموافقة للتحالف العربي بنقل جرح الحوثيين أعتقد أنه كان اختراق مهم في كسر الجمود السياسي ندرك أنه هناك حالة جمود السياسية بدأت من إبريل 2016 بعد مشاورات الكويت هذا طبعا كله تطلب كسر لهذا الجمود الموافقة للتحالف العربي اليوم بنقل جرح الحوثيين من صنعاء إلى مسقط بالتأكيد هي خطوة ضمن إجراءات بناء الثقة التي يسعى إليها السيد مارتن جرافث الوفد الحوثيين بالفعل سينتقل أيضا إلى مسقط وبعد ذلك ستقوم الطيران الكويتي بنقل الوفد الحوثي إلى ستوك هولم في السويد أعتقد أنه الإجراءات بناء الثقة بالفعل بدأت كإجراءات ولكن كإطار سياسي المفاوضات في السويد لا أعتقد أنها ستخرج أيضا عن إجراءات بناء الثقة أعتقد أنه من الممكن أن يصل السيد مارتن جرافث فقط إلى اتفاق مبادئ ما بين الشرعية وما بين الحوثيين على أساس أنه ندرك أنه هناك مسألة أيضا شائكة والأسرة والمحتجزين لدى الطرفين هذه واحدة من الملسات التي أيضا تتطلب عملية اختراف أخرى لا نعرف كيف ستطيع سيد مارتن التعامل معها خاصة مع غياب الأفق الحقيقي لدى الحوثيين والإرادة الحقيقية للعملية السياسية ندرك أيضا أن هناك عملية جدا مهمة تجري في الإطار الدولي وهي الضغط الأمريكي والبريطاني على الطرفين بمحاولة الوصول إلى حل سياسي في اليمن والانتقال إلى العملية وقف إطلاق النار التي تحاول من خلالها البريطانيا في القرار الدولي والذي تم تأخيره بسبب الموقف الأمريكي الذي طالب انتظار ما سينتج عنهم في مشاوات سويد لذلك أعتقد أن نقطة اختبار مهمة خلال الأيام القادمة ستكون في السويد على الأطراف اليمنية أن تكون بمستوى الحدث ومستوى ما يتطلع عليه اليمنيين من الانتقال من عملية الحرب إلى عملية تسوية سياسية هذا أيضا يتطلب ينازلات من كافة الأطراف في الوصول إلى هذه النقطة طيب كانت هناك تصريحات مهمة قبل أيام لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأيضا وزير الدفاع الأمريكي بخصوص العمليات التي تتم في اليمن وشرعية وجود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتجريم لوجود الحوثيين وما يقومون به من أعمال عنف وأيضا احتلال لأماكن كثيرة في اليمن هل ترى أن الإرادة الدولية أصبحت جاهزة للضغط بقوة لتحقيق تغيير على الأرض في إطار تحرير اليمن من الحوثيين أستاذ المروج لابد أيضا أن يأخذ نقطة مهمة في الموقف الأمريكي والبريطاني الأمريكيين ينظرون إلى منف اليمن على اعتبار أنه بالإمكان تحقيق اختراق من خلاله وحل سياسي للإضافة إلى رصيدهم في العقوبات الإيرانية التي دخلت في نوفمبر الماضي هم يعتقدون أنه بالإمكان تحقيق هذا الانتصار على الملف اليمني كأثهل الفرص الممكنة بينما البريطانيين ينظرون إلى الاتفاق النووي من خلال هذه المساومة مع إيران والوصول معهم إلى اتفاق على الأقل في موضوع البرنامج الصاروخي الإيراني هذا التباين بين الأمريكيين والبريطانيين أيضا ينعكس بشكل مباشر على الخلافات اليمنية اليمنية الداخلية في مقابل الحوثيين حتى هذه اللحظة لا يبدون أي تجاوب حقيقي على مستوى السياسة لذلك السادة المروج لو لاحظنا خلال العربة عشرين ساعة الماضية فقط كيف الحوثيين عرقلوا بشكل طويل مثلا نقل الجرحة في مطار صنعها إلى مطقط حاولوا تأخير العملية لو لا الضغط الذي تم ممارسته من قبل المبحوث الأممي مارتين جريفت على الحوثيين وإلا كانت العملية من إمكانها أن تفشل ما زال الحوثيين مرتهنين بشكل واضح إلى الملف الإيراني أو إلى طهران وهذا أيضا تباين جدا خطير قد يؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات القادمة بالسوئة لذلك نقول أن الأيام القادمة ستكون نقطة اختبار مهمة للأطراف اليمنية أن تكسر هذا الجمود أن تنتقل من مرحلة الصراع المسلح إلى مرحلة الحل السياسي هذا أيضا يتطلب عملية كبيرة من قبل أيضا الأطراف الإقليميين ندرك أن هناك جماع قوة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد حل سياسي وفقا للمرجعيات وأهم المرجعيات بالتأكيد هي المبادرة الخليجية والقرار للدولة 22-16 هذه المرجعيات لابد من تحقيقها السعودية لديها تحفظات مباشرة خاصة في تمكين الحوثيين من إعطاهم أي فرصة لتشكيل خطر وجوجي ليس فقط على المملكة العربية السعودية بل على الجزيرة العربية من شكل كامل لا يجب تكرار وجود نموذج حزب الله في لبنان أن يتكرر في اليمن وهذا قد تحمر بالنسبة للسعودية ولذلك على السيد مارتن أن يدير عملية حقيقة يجب أن تكون أكثر وضوحا لابد أن يكون لديه أرضية حقيقية لابد أن يكون لديه أفق سياسي واضح يتم من خلاله الانتقال إلى حل سياسي لكن في كل الأحوال لا نعتقد أنه سنخرج من مشاورات السويد بغير اتفاق مبادئ وستلحق هذه المشاورات مشاورات لاحقة ندرك أيضا أنه هناك أيضا قضايا جدا مهمة تتعلق بالقضية الجنوبية واحدة من أهم القضايا التي لابد أيضا أن تدخل في إطار الحل السياسي على المستوى الأزمة اليمنية ندرك أيضا أنه هناك مكافحة الإرهاب وكيف سيتم التعامل مع هذا الملف الشائف ندرك أيضا المسألة الاقتصادية كل هذه الأمور تحتاج بالتأكيد لن تحسن في السويد في مقدار ندرك أيضا أن تكون السويد هي مجرد محطة لمحطات أخرى شكرا جزيلا لك سيد هاني مصهور الباحث السياسي اليمني كنت معنا هاتفيا منها رياض شكرا جزيلا لك 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نصل هذه الجولة اشتركوا في القناة 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 تمت خلال هذه الزيارة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الغريف الأمر أن العلاقات بين الجميع الوسعى وهي علاقات طويلة وظالمة التاريخ أما الاستثمار تليم تجاريز ملياري دولار يعني هي بسيطة جدا بالنظر إلى باقي بولد شركاتي سواء الأوروبية أو باقي بولد أسرية المطلوب المطلوب حاليا هو أن تتلاشى هذه الاستثمارات مع درجة علاقات بين الجميع والسعودية وحتى الأشياء في السعودية ومع الدول العربية برمدن يؤكد أن قاعدات الاستثمار تسعة وردين وخمسين لا تريد الاستثمار بالجميع نعم شكرا جزيلا لك سيد محمد الخضاري الكاتب الصحفي الجزائري كنت معنا من العاصمة الجزائر وإلى شأن الفرنسية حيث اقترحت الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء المقبل حوارا في البرلمان حول أزمة الاحتجاجات ويعقد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فليب بمباحثات أزمة مع ممثلية الأحزاب السياسية الرئيسية في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت باريس وأصفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات فيما ألقي القبض على المئات خلال عطلة نهاية الأسبوع في أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ سنوات أعربت فرنسا عن قلقها من التجارب الصاروخية الإيرانية الأخيرة مضيفة أنها استفزازية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي ألمانيا أعلنت النطقة باسم الخارجية أن برلين تدين قيام طهران بتجربة لصاروخ متوسط المدى وتدعو للابتعاد عن مثل هذه الإجراءات وقالت نطقة باسم الخارجية أن هذه التجارب لا تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تزيد من التوتر القائم في مجال الأمن بالمنطقة ختم هذه الجولة الإغبارية تذكير بأهم ما ورد بها من أمداء الرئيس سيسي يفتح المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أديكس 2018 التحالف العربي يؤكد المشاركة في محاربة تنظيمي داعش والقاعدة في اليمن ألمانيا تدين التجربة الصاروخية لإيران وتدعو للابتعاد عن مثل هذه الإجراءات مشاهدين الكرام كانت هذه كل أخبارنا للساعة لكن دوما يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإخبارية أكترا نيوز أدو تيفي شكرا لنا جزيلا لكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة